كذلك تحدثنا حول الأوضاع في سوريا وكيفية تعزيز الخروج من الأزمة السورية بالشكل الذي يتواكب مع مقررات الشرعية الدولية كأن هناك أيضاً أطلحت الوزير على آخر التطورات الخاصة بخضية سد النهضة وعلى خلفية صدر البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الأمن وانتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر لروسيا على الدعم الذي لقته مصر في إطار تناول هذه القضية في مجلس الأمن ونتطلع أن يستمر التعاون فيما بيننا في هذا الصدد نظراً لطبيعة الوجودية لهذه القضية بالنسبة لمستقبل مصر وشعبها وأهمية التوصل في أسرع وقت ممكن من خلال استئناف المشاورات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ورئاسة الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق كافة الأطراف ويزيل أي توطر قد ينشأ نظراً لاستمرار السياسات الإحادية التي لا يمكن أن تكون متصقة مع قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية هناك قضايا فيما يتعلق باستقرار المنطقة فيما يتعلق بالتطورات الخاصة على الساحة الإقليمية والدولية استمرار التعاون المشترك في المجال المنظمات الدولية وهناك احتمام وحرص باستمرار العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين وهي علاقات تاريخية والعمل من خلال التنسيق والتشاور والرغبة في رعاية هذه العلاقة والارتخاء بها إلى مستويات أرحم